من دعم الشرعية إلى دعم التمرد ضدها في جنوب البلاد مهمة تتورط فيها الإمارات بشكل صريح تحت أنظار قائدة التحالف ومحورها الأساس دعم التمرد المسلح للمجلس الانتقالي وإعادة دوره العسكري إلى محافظة شبوى قوات الأمن الخاصة في محافظة شبوى وضعت يدها في منطقة العرم بمدارية حبان على كميات كبيرة من الأسلحة النوعية التي تشمل الصواريخ وقذائف هون وذخائر في إحدى عمليات تهريب الفاشلة التي تقوم بها جماعات اعترفت بأنها تأتي في إطار دعم الخلايا التخريبية النائمة في المحافظة اعترافات العناصر المتورطة بتهريب هذه الأسلحة أفادت بأن مصدرها المجلس الانتقالي في محافظة عدن رواية تموه الدورة الخفية والمعلن للدولة التي ترعى المجلس الانتقالي ولا تزال تتواجد في معسكرين رئيسيين في محافظة شبوى في كل من ميناء ومعمل بلحاف لتسهيل وتصدير الغاز الطبيعي المسال على خليج عدن والعلم جانب شرق مدينة عتاق ولا يبعدان كثيرا عن حبان تغيب السلطة الشرعية عن منافذ حيوية مثل موانئ عدن الثلاث ومعظم الموانئ الواقعة على خليج عدن وبحر العرب ما يجعلها مناطق مفتوحة للأنشطة التخريبية ومنها تهريب الأسلحة في إطار المرحلة الراهنة من الصراع الذي يتحول إلى حرب أهلية مستدامة ومتعددة الأطراف تتضاءل معها قدرة السلطة الشرعية على فرض نفوذها على وقع الدعم المفضوح المقدم للجماعات المتمردة في شمال البلاد وجنوبها مخطط تمثل حرب أبيان التي تجددت قبل يومين بين القوات الحكومية والقوات المتمردة تابعة للمجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات إحدى صورها فبعد 12 يوما من الهدوء تجدد القصف المتبادل بين القوات الحكومية ومتمردية المجلس الانتقالي بمختلف أنواع الأسلحة أسفر عن سقوط قتلى من الجانبين وسطت دعاءة من جانب الانتقال بالسيطرة على أحد الأودي الواقعة شرق مدينة زنجبار لا توجد حتى اللحظة نتائج عسكرية لهذه المواجهات التي يبدو أنها ستراوح في هذا المستوى من الاستنزاف المخطط له لكل القواتين فيما تنظر رياض وأبو ظبي في جهدهما لإحداث تحول من خلال فرض صيغة جديدة لاتفاق الرياض تبنى على التطورات العسكرية الجديدة في جنوب البلاد